قلنا طبيب قلنا وقراب وليس مضوكا يدوى شكوا لعنده معريسة والعنيبة والدويرة بنظرات حزينة وبعد ندائها على شبكة التواصل الاجتماعي قبل ثلاث أيام للتكفل الجهات العليا في البلاد بحالة ابنها المعاق خليلة البالغ من العمر ثلاثون سنة والمنحدر من ولاية الصيف كاميرا النهار تنقلت إلى مستشفى عنابة والتقت بعائلتي الشاب ضربوه نحاوله سوارده وطيحوه كسروا له سنته هكذا عذي كنت نحيت له ما قدرتش يقولوا لي أومليح أومليح يقولوا لي جروح سطحية ومن بعد نهار الثنين هدرت مع البروفيسور قالي ابنك وفي حالة خطيرة كي قالي في حالة خطيرة ما قدرتش درت اللايب في الفيسبوك ودرته في تيك توك نطلب منكم تعاونوني على ابنك والدة الشاب خليل وعبر ميكروفون النهار وجهت ندائها لرئيس الجمهورية للتكفل بابنها صحيا سيما وأن حالته حرج للغاية ويقبع بمصلحة الحروق بمستشفى إبنسينة بأعالي عنابة نطلب منك تعاوني ابنك رأوا ابنك ديروا ابنك خوك عاونوني بيت رأى رامل في اللهنة في السبيطرة عنابة قالوا لي في حالة خطيرة عاوني بيت خرجوني للخارج الله يصدر كوزير الساحة يا عمي تبون أراني تشويت يديرني اختك يديرني يديرني مشكوش طعب رأوا قلبي رأوا تحرك نطلب من السلوطات يعاوني في ابني أنا لا حول ولا قوة ما عنديش أنا كيفاني نزوني نديه للخارج والله عايته تمو صباح في التليفون قالوا لا ابنك ومزل في الحالة حالة خاطرة إحنا حطينا البارح العشية هنا في السبيطرة والباقي على رب العالمين تبون هذا ذوك أبونا أخونا يتولى يتولى لبنيه برك لا يتولى أرس طفلة ذا وطفلة ذا ما عندي هذا وعيني هذا وكل إشته معوق أو معوق ما وش يعني قل صحيح هاي كارتاتيو مية بالمية هاي وقال ما وش ذوك هذا عبد صحيح هاي كارتاتيو مية بالمية هاي عائلة الشاب خليل شكرت جميع السكان مدينة عنابة على الوقوف معها وكذا قناة النهار على نقل ندائها بكل أمانة إلى الجهات العليا في البلاد شكرا للمشاهدة بكرا للمشاهدة عند lain جهو كارتاتيو ميت levels